3114.4 مليار دينار من مجموع 6550.2 مليار دينار تم دخوها في الاقتصاد الوطني في إطار تنفيذ التمويل الغاري التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جنوبي 2019 ومن مجمل المبلغ الذي حشد 2470 مليار دينار تم دخوها لتمويل عزي الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية لسنة 2019 1813 مليار دينار تم تخصيصها لتزديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية وتمويل عمليات تزديد القرد السندي للنمو 500 مليار دينار خصيصة للصندوق الوطني للتقاعد 1773.2 مليار دينار خصيصة لتمويل الصندوق الوطني للسيثمور أرقام تعيد للواجهة الانتقادات اللادعة التي طالت هذه الآلية منذ اللجوء إليها سنة 2017 تم طبع حوالي 6 ألف مليار دينار معناها 6 ألف مليار دينار معناها تقريبا في حدود 60 مليار دولار معناها هذه المعطايا هذا الكم الهائل الذي اعتمدت عليه الدولة كنا في السابق حذرنا من عملية طبع النقود لأن المعطايا الاقتصادية التي كانت في 2017 كانت لا تسمح بطبع النقود طبع النقود في حد ذاته حالة معرضية لا ينصح أو رشدة وصفة علاجية لا ينصح بتطبيقها في الجزائر لأن الاقتصاد الجزائري لا يسمح تخصيص أزيد من نصف النقود المطبوعة لتغطية العجوزات المالية التي تواجهها الحكومة بدلا من تسخيرها للاقتصاد المنتج هو سبب الرئيسي ورأى فشل هذه السياسة حسب بعض الخبراء من طبع هذه الأموال لم تضخ في الدورة الاقتصادية وإنما ضخط للعجز الميزانية تشغيلها وبالتالي اللي راني نخرجوا دراهم طبع ودراهم لكننا ناكلوا فيهم كان المفروض اجتشارة المخصصين المفروض أن الورقة النقدية في حالة الطبع يتم يعني يكون توازن جزء يروح الدورة الشغيلية وجزء يضخ في التنمية بش يكون بالرغم من أن الهدف من اعتماد هذا الطرح الاقتصادي يتضمن بعض الإيجابيات على رأسها تجنب المديونية الخارجية إلا أن تطبيقه على أرض الواقع عرف الكثير من الاختلالات جعلت منه محل انتقادات عديدة